أستاذة دينا نبيل النقذة الرياضية واللينا عايزة أسألها على تفصيلة كده أعتقد أن هي ممكن تبقى يعني قادرة من غيرها بيها فكرة يا أستاذة دينا من قديم الأزل أنت عارفة في الرياضات المختلفة كرة القدم طول عمرها لها وضع شديد الخصوصية هي معشوقة الجماهير في العالم كله وطبعا هي الرياضة المفضلة رقم واحد عند الناس وحتى عنده الرعاة في طبيعة الحال هل لاحظتي في الفترة الأخيرة نتيجة ظهور نجوم تحديدا مصريين في الرياضات كنا مش متعودين نسمع عنها أخبار لا تصر ولا تدايق كنا بعيد أثر عنها هل ده غير من وعي الناس ومتبعتهم لرياضات تانية إلى جانب كرة القدم ومؤخرا لسكواش وكرة اليد يعني في الرياضات كانت طول عمرها إلى حد كبير مغمورة هل الوضع باقي على ما هو عليه ولا الوضع تغير مؤخرا يعني أنا ما شوف أن الوضع فعلا تغير مؤخرا دايما كان ألعاب اللي هي الفردية أو زي ما نقول لألعاب الأخرى بتبقى دايما تصليف الضوء عليها في فوق الأولمبياد أكتر بس إنما إحنا شوفين دورة زي فعلا ألعاب البحر المتوسط دايات اهتمام كبير جدا إعلامي يعني الميديا بتغطيها صفحات الفيسبوك ناس تتكلم عنها بتابع إنجازات أبطالنا صحيح فالوضع لا مؤخرا تغير خالص يعني طبعا تظل طبعا كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى وده حاجة عمرنا ما نقدر نغيرها أبدا بتأتي بعدها طبعا كرة اليد لكن الألعاب الفردية ما كانش حد أوي بيتابع مين إنجاز أو حاجة حقق إيه ده الوضع تغير مؤخرا بقى في فكرة تابع ده عمل إيه ده لأن كمان يعني من أولمبياد تريا ودي جينيرو لما كنا حققنا ميداليات في الأسقال قبلها كمان يعني يمكن من أيام كارم جابر لا الناس بقت مهتمة مهتمة حقق مين حقق إيه ومين جاب إيه ده من زمان قوي قوي أنا بتكلم عن سيمكن كارم جابر فعلا الوقت ده أنا فاكرة إحنا كنا صغيرين بس أنا فاكرة عمل وكانت الجايزة مليون جنيه أنا فاكرة كانت الجايزة مليون جنيه والله فاكرة أنا وقتها وكان ضجة كبيرة وكلنا وإحنا أطفال كنا بنبسطلوا بجد كالنموذج يعني إحنا مسينا بقى كده فدي كانت يمكن البداية إن بعد كده ابتدت الألعاب الفردية أو أبطال الألعاب الفردية هم اللي يفردوا نفسهم على الساحة ويجذبوا الانتباه ليهم بالضبط يعني هيا يمكن كارم جابر كانت حصل ضجة كبيرة قوي وقتها والناس كلها بتدتها المصارعة يعني يبتد عمل عمل الحركة كده في الألعاب الفردية بعدها فعلا يمكن بعدها بحبة يعني بتدت الرعاية يتجه الأبطال الألعاب الفردية فبالتالي بقى كل لعب عنده سبونسرز وعنده ناس مهتمة به وبيطلع في التلفزيون فبالتالي الناس بتدت تعرف ده بيلعب كمان عايز اقول الانجاز بتاع فريال أشرف في أولمبياد الأخيرة طبعا علا قوي مع ناس صحيح الكاراتي مش هيشارك تاني للاسف بس الانجاز الكاراتي كان علا قوي فكرة الكاراتي بيحصل انجازات في مجالات مختلفة يعني حضرك من شوية قلت قلت لجانب كرة القلب قلت لك كرة اليد ان بقالها خلاص نجومية النجومية دي مجاتش من فراغ جات من انجازات رهيبة اتحققت فبالتالي خلاص ألقي على الرياضة دي ما يكفي من الأضواء خليها بقت رقم اتنين بعد كرة القلب طب احنا عندنا انجازات يمكن اكتر كمان من كده في الرياضات تانية ولغاية النهاردة برضو مفيش تصعيد حصل لأبطالها مفيش دعاية اكتر اتعاملت للرياضات دي مفيش اهتمام اكتر من الاتحادات المعنية بأبطال الالعاب دي ده نتيجة ايه؟ يعني زي بقلت هو يمكن الموضوع محتاج دعم مادي اكتر يعني هو دايما انه بشوف يعني عايز ان انت تتقلق في لعبة او تتميز فيها يجب تصرف والله بجاد ده ما شوف دايما الموضوع ده ما بدأ عايز تصنع بطل اولمبي الموضوع مكلف جدا عشان قاطر تصنع بطل اولمبي يقدر يروح يجيب لك ميداليا الناس اللي هما بتصنع امريكا واستراليا والصيني الناس اللي بتروح تتجاعد بالكام ميداليا في الاولمبياد دول الناس دي تصرف كتير قوي طبعا احنا طبعا فرق امكانيات انا مقصدش ان انا قارن طبعا بس لازم انت تشوف بطل عندك موهبة عندك بطل عنده موهبة او انت شايف فيه ان هو يقدر ينافس انت البطل ده لازم ترعاه وتعمله معسكرات زي ما قلت لسه من شوية معسكرات وتصفروا وتعمله زي معايشات كده برا عشان قاطر يقدر ينافس ان هو يكون تجهزه يعني تجهز الاولمبياد ده بيبقى بلها بسنين كتير قوي ان انت تقدر تجهز بطل ينافس قدامه زي ما قلت الانتصار في شيء مهم جدا فكرة يبقى عندك خطة ده اساسا دي حاجة معظم الاتحادات عندنا مشا ما عندهش خطة اصلا لقدام انت هتعمل